موسيقى 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 محب أسأل كمان سؤال في هذا الصدد عن شروق الشمس طبعا في سفر المزامير فيه آيات كتير بتتحدث عن شروق الشمس وغروب الشمس لكن التشبيه اللي انت ذكرته انه بيشبه للرب يسوع المسيح بيشبه المؤمنين ايش هي وظيفتنا احنا اذا بنشرق في حياة الناس او في هذا العالم نعم مكتوب تدوقون بينهم وظيفتنا ان نكون مرآة لامعة تعكس نور الشمس للعالم المظلم وظيفتنا ان نكون اواني نقية نستطيع ان ننقر رسالة نور الانجيل للاخرين كل مؤمن بمثابة مرآة تعكس كل مؤمن بمثابة مصباح يضيق اتذكر الكلمات الخالدة المسجلة في الموعز على الجبل اصحاح الخامس من انجيل متة اصحاح السادس والسابع يقول رب المجد فليضئ نوركم هكذا قدام الناس يروا اعمالكم الحسنة فيمجدوا اباكم الذي في السماوات نحتاج ان نكون اواني نافعة يستطيع الله ان يضع فيها رسالته ومصابيح نقية يستطيع الله ان يضيء من خلالها للعالم المظلم من حولنا